اكدت سعادة سيدة امنى بنت احمد الارمحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان نسب الانجاز بمشاريع البنية التحتية بجميع احياء مدينة شرق الحد قد بلغ 95% مشيرة الى انه من المتوقع اكتمال نسب الانجاز بالكامل خلال الربع الاخير من العام الجاري واشارت الوزيرة خلال زيارة تفقدية الى مدينة شرق الحد الى ان المدينة تشهد تسارعا على صعيد وطيرة تنفيذ المشاريع الانشائية بها بهدف الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال الانشائية والبنية التحتية حسب الجدول الزمني المحدد واضافت بان المدينة تشهد حاليا اعمال تهيئة المواقع الانشائية المخصصة للعمارات السكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها خلال الربع الحالي من هذا العام والتي سيتم بناؤها وفق التصاميم المطورة لعمارات شقق التمليك والتي تمتاز بتوفر كافة المرافق والخدمات التي تخدم القاطنين عن الاطلالة البحرية لمواقع تلك العامارات وافادت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني بان الاحصائيات العامة للمشروع تشير الى اكتمال الاعمال الانشائية ب1873 وحدة سكنية وتسكين المواطنين بها من اجمالي عدد الوحدات المقررة بالمدينة فيما قامت الوزارة بتسليم كافة القسائم السكنية بالمشروع والبالغ عددها 529 قسيمة سكنية وقد بلغت نسبة بناء المواطنين المستفيدين من تلك القسائم 60% من اجمالي عددهم من جهة اخرى اشارت لرماحي لان المتحقق بمشروع بدينة شرق الحد بالاضافة الى المشاريع المنفذة في مدن البحرين الاسكانية الاخرى ومشاريع المجمعات السكنية تمثل نتاجا لحرص الحكومة الدائم على وضع مشاريع وبرامج السكن الاجتماعي في مقدمة اولوياتها واضافت بان الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والحلول المبتكرة التي تكفل سرعة حصول المواطنين على السكن الملائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة